تحياتي يا أصدقاء اليوم بدي أحكي حكاية أريتها بموقع الأصوات العالمية هو بالمناسبة موقع لطيف جدا بينقوا الأخبار وبالأحرى مقالات فيها شيء من الإثارة الإثارة الثقيلة وليس الخفيفة طبعا من كل أنحاء العالم وطابع العام للمقالات اللي بتنشر فيه هي فيها يعني معالجة لمشاكل تصير بالمجتمعات اللي عم تنكتب من أجل هاي المقالات الفريق عم يترجم هاي المقالات من عدة لغات حول العالم وبيقدمها للقارئ العربي آخر ما قرأت أو بالأحرى آخر ما أثارني بموقع الأصوات العالمية مقال منشور منقول عن كاتبة من جورجيا طبعا أنتم تعرفون أنه جورجيا هي جزء من الاتحاد السوفيتي السابق ولكنها دولة مستقلة من يعني من عشرات السنين من تاريخ تفكك في الاتحاد السوفيتي وحدث بينها وبين روسيا مشاكل كتير هناك خلاف على يعني عدة مناطق استولت عليها روسيا بغير حق ويعني لحد الآن المشكلة قائمة بين البلدين بس المشكلة الأكبر أنا يعني بتخيل بين جورجيا وما بين روسيا إلى علاقة بالتاريخ التاريخ الخاص بجورجيا وبالناس اللي قدمتهم هاي البلد لا الاتحاد السوفيتي واللي بيجي على رأسهم جوزيف ستالين اللي هو قائد الاتحاد السوفيتي من بعد وفاة لينين وحتى بعد الحرب العالمية الثانية لعدة سنوات هلأ المشكلة القائمة هي بالتاريخ أنه ستالين كشخصية رغم يعني اعتزاز الشيوعيين بتاريخ المجيد ويعني صناعته للنصر ضد ألمانيا النازية لكن هذا الجانب ما لازم يطلع على جانب آخر بشخصية ستالين ألا وهو أنه هو كشخصية هو مجر بشكل أو بآخر قتل أو أودى إلى التهلك بعشرات الملايين من الروس وغير الروس من مواطني الاتحاد السوفيتي السابق فقط لنعرف معلومة أنه ستالين أرسل إلى سيبيريا وإلى يعني حفلات الأعدام بالرصاص عشرات لا بل مئات لا بل آلاف من كوادر روسيا والاتحاد السوفيتي المتميزين بالثقافة وبالعلم وبالفنون وحتى بالسياق العسكري وهذا تاريخ ستالين معروف يعني الشخصيات مثلا مثلا القائد اللي يعني أنجز انتصار الجيش الأحمر على جيش القيصرية أودى به إلى التهلك أعدمه طيب تتذكروا كمان تروتسكي اللي هو يعني كمان كان جزء من تركيبة النصر على القيصرية كمان لحقه وبعت له واحد أتلوا بالمكسيك خلينا نرجع للموضوع مشان ما نستطرد لأنه حيكون في حديث هلأ عن ستالين ضمن السياق هلأ القصة اللي نشر موقع الصوات العالمية متعلقة بأيقونة هاي الأيقونة يعني تم وضع بكاتدرائية ساينبا لتاروث المقدس بتبليسي اللي هي عاصمة جورج ضمن هاي الأيقونة المكرسة لماترونة موسكو اللي هي قديسة على جنب في كادر صغير موجود في صورة مرسومة رسم لشخص يعني بيربس الزي العسكري هو ستالين إلى جانب القديسة مترونة يعني دخل ستالين حيز المقدس في إلو صورة جنب القديسة هذا يعني هو الأساس اللي عم نحكي في نحنا والنقطة الأساسية بحديثنا لليوم طبعا في جورجيا لا يمكن أن نتمر هذه القصة يعني مرور الكرام والناشطين اللي عندهم نظرة نقدية تجاه التاريخ ونظرة نقدية تجاه الأشخاص اللي بيقدسوا هذا التاريخ بدون ما ينظروا فيه ويشوفوا الكوارث التي صنعت في هذا التاريخ مرحي مرءوا وهي القصة بسهورة وهذا اللي صار حقيقة أثيرة ضجة كبيرة جدا حول صورة السالين الموجودة بالأيقونة طبعا أنتو رح تشوفوها هلأ على جنب القصة أبعد بكثير من المجرد أيقونة طبعا في يعني الرجال الدين حاولوا يخففوا من وطقة الأمر أو من غضب الآخرين على الموضوع بأنه قالوا أنه هذه القديسة يعني الصورة كلها مكرسة القديسة مترونة وهو موجود على جنب بس هذا ما بين في أنه يعني استهلين موجود بالأيقونة هذا الكلام طبعا الاحتجاج بحد ذاته ولد بدت فعل كمان غاضبة من قبل اليمين المتطرف الجورجي اللي هو بيشوف أنه هذا جزء من التاريخ وكذا وكذا وأنه أنتو يعني يا ناشطين أنتو عم تعرضوا تاريخنا للسخرية وكذا وكذا وغضب هلأ كيف انتهت القصة يعني لسه في تداعياته والقصة بجوز أنه يعني ما تنتهي بهذا الشكل البسيط أنه مجرد هي أيقونة أنا ليش عم بحكي عن الموضوع عم بحكي لأنه أو ليش فت انتباهي يعني حقيقة لأنه الملامح هي التقديسية لزعيم قاتل أوكي منتصر ضد النازيين يعني قاتل انتصر على قاتل آخر بس هذا ما بين فيه أنه قاتل هاي الأشياء اللي انتصر فيها أو هاي الملامح يعني ما بيصير تهيل لتطغى على المشهد لازم يكون فيه نظرة مختلفة وتدقيق بالتفاصيل وصولا إلى يعني نقد هذا التسرب اللي بيصير لصورة واحد قاتل ديكتاته سفاح لا العقل الديني اللي هو بيجي بيكرس أو بيقدس مثل هاي الشخصيات وبيضيفها للأيقون هلأ الشيء الأساسي اللي بيخليني أنا أفكر بهذا الموضوع وبكز عليه أنه هذا الشيء نفسه نفسه حدث في سوريا خلال فترة تحافظ الأسد والحمولة بذاته حمولة هذا الدكتاتور اللي هو يعني بيوصل لمرحلة أنه هو يعني بإشارة من أصبعه بيقتل آلاف وبيحي آلاف هاي هاي الشخصي اللي بتحط حالة مكان العالهة حقيقة يعني ما لازم أبدا تكون هي شخصية مقدسة لازم نسميها فعلا نسميها أنه هذا مجرم ما فيكم تضحكوا عن الناس وتقولوا أنه هذا عنده إنجاز أي إنجاز هذا الذي يصنعه دكتاتور قتل ملايين الناس وبعدين انتصر بأحدى الحروب مثلا أوكي أوكي يعني يقول لي أنه هذا لو ما انتصر كان إجا هذا القاتل عمل مدابح بالآخرين هذا هو السياق السياق الصراعات المتسكير ما بين القتل والمجرمين مين اللي بيخسر فيه اللي بيخسر فيه هو الناس الناس الفقراء البسطاء بينضحك عليهم بينقلهم أنه أنتم الآن في لحظة النضال المقدس من أجل الوطن مين بيطلع الوطن بيطلع الوطن هو الدكتاتور هذا الشي مصار بسوريا هذا صار بسوريا لك آلاف عشرات الآلاف من الشباب العلويين ماتوا عم يناضلوا عم يقاتلوا من أجل الحفاظ على الوطن بس هو الحقيقة عم يحافظوا على سلطة بيت الأسد هلأ صورة هذا اللي الزعيم اللي بيعتل بدون حساب شفناها عدة مرات شفناها لما رفعت الأسد قال أنه عنده استهداد يطهر سوريا ويعتل مليون شخص تمام وقال أنه لا يخشى شيئا وتكررت لاحقا بفترة الثورة السورية لما جميل حسن رئيس فرع المخابرات الجوية قال أنا عندي استعداد أقتل مليون واحد وروح على المحكمة الدولية ولا أخشى شيئا يعني حدا عم يقول لك أنه أنا مشان صباطك يا بشار الأسد عندي استعداد أقتل مليون بني آدم وأنا روح على المحكمة عنك شوفوا التركيب هاي يعني كيف قائمة بالفضاء اللي تصنعوا هاي الشخصيات شخصية الدكتاتور وسلطه على الآخرين وتحويل الآخرين إلى ملحقين فيه هلأ هذا الدكتاتور بتحول إلى شخصية مقدسة كنتم بتعرفوا فكرة عبادة الفرد اللي هي أصلا أصابت أصابت الفكرة الشيوعية في مقتل أنه لما تولى الشيوعيون السلطة تحول الأمين العام للحزب إلى شخصية مقدسة وصار في عبادة للفرد أنت ما فيك تقرب أبدا بتجيب سيرت للزعيم الدكتاتور وإذا جبت سيرته أنت تعرض نفسك للقتل لأنه ما بيصير أنك تنتقد الزعيم إذا بتكون تشوفوا هذا القصة بشكل كتير واضح شوفوا الأفلام اللي بيظهر فيها البكاء يعني السجود التمسح فيه هاي قصة عبادة الفرد عبادة الفرد في سوريا صارت مو بس عند يعني حافظ الأسد كمان صارت في الحزب الشيوعي السوري لما بلحظة من اللحظة صار خالد بقداش هو الشخصية يعني غير القابلة للانتقاد طبعا خالد بقداش وغيره طبعا من زعماء الأحزاب الشيوعية كان بزهرهم تمثل شخصية ستالين شخصية الدكتاتور أو القائد اللي هو صاحب الأمر والنهي بكل ما يجك هلأ بسوريا بال73 وبعد ال73 إجا وزير إعلام اسمه أحمد اسكندر أحمد يعني هو اللي كرس فعليا من خلال وسائل الإعلام مسألة عبادة الفرد وتقديس أو المضي في حالة تقديس حافظ الأسد وصلنا لمرحلة أنه يعني ما فيك تقرب أبدا ما فيك تجيب سيرة حافظ الأسد وإذا جبت أنت ومعارض معناها أنت بدك تنحبس أما إذا جبت وأنت أصلا من حاشية السلطة فهذا يعني أنك أنت ممكن تموت يعني موقع الزعيم موقع الدكتاتور غير قابل للمساءلة غير قابل للتفكير يعني لمجرد التفكير في الأمر أنت ممكن تموت وهذا حقيقة نعبر عنه برواية فواز حداد برواية السوريون الأعداء لما شخصية المهندس بيخطر على باله من أجل حفاظ على النظام أنه ممكن يتم التخلص من الدكتاتور لمجرد فكرها طرأت في دماغه يلقى مصيره لهو الموت هلأ بدي أرجع لجورجيا بدي أقول أنه النظرة النقدية تجاه الدكتاتور مع الزمن بتتفكك تتفكك لكن اللي بيقوموا فيها بيتعرضوا للأذية كمان يعني يعني بح أعطي مثال أنه هاي النظرة حقيقة اللي شافت الأثر المفزع القاسي والإجراني لسلطة الدكتاتور على المجتمعات مثالهم مثلا المخرج الجورجي تنجيز أبو لاتزا اللي عمل ثلاسية فيلمية كان آخر فيلم اسمه الندم فيلم الندم طلع بعام 1984 لكن لم يسمح بعرضه إلا في عام 1991 أو 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك سلطة الحزب والبدء بالمراجعة القاسية للأفعال الإجرامية اللي عملتها الدوائر الثقافية التابعة للحزب الشيوعي السوفيتي فيلم الندم بيحكي عن فكرة خطيرة جدا ويعني تنطبق على مجتمعنا السوري بشكل أو بآخر عندما يموت رئيس ما رئيس بلدية مختار بتكون ملامحه مثل ما بتشوفه هلأ بالصورة تجمع ما بين هتلر وما بين ستالين ويعني شخصيات ديكتاتورية أخرى تقوم يعني يقوم من حوله بدفنه وتكريمه وكذا 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 هذا الشخص بعد ما يتم دفنه بيجو تاني يوم بلاقوه مطلع من القبر تواعه ومشلوح جنبه بيستغربوا بيشوفوا إنه شو القصة المهم بيراقبوا المكان بيرجعوا بيدفنوا تاني يوم تتكرروا القصة بس شو بيمسكوا الشخصية اللي عم تقوم بهذا الفعل تطلع هي امرأة بتحكي حكايتها بتقول إنه أنا كنت طفلة ووالدي يمكن كان فنان أو مهندس ووالد نفس الشي اعتقلوا الزعيم واختفت أخبار طبعا هذا انعكاس وصدى للي عملوا ستالين بسنوات القبيحة والسوداء في تاريخ سيطرة الحزب الشيوع السوفيتي على مجمل بلدان الاتحاد السوفيتي بالسبعة وثلاثين لتسعة وثلاثين لما تم اعدام عشرات الملايين من الكوادر اللي حكينا عليهم ما قامت به هاي الشخصية يجب أن تتم معاقبتها عليه بأنه تظل الحقيقة موجودة وهي رمزية اظهارة جسته وعدم تلويث الأرض بهذه النجاسة بالمعنى يعني لأنه هذا الفعل لا ينتمي للسياق الإنساني والحضاري طبعا بدي أختم عند هاي النقطة لأنه بالتقابل مع فكرة عدم دفن هاي الشخصيات وابقاء عرضة لعوامل الطبيعة ويمكن تجي تاكلها الطيور بالمناسبة أو الحيوانات المفتريسة في مسعى دائما لتكريم الشخصيات اللي ناضلت ضد هاي الدكتاتوريات بأنه نعرف مصيرها وبعد ما نعرف مصيرها تلقى التكريم والاحترام والحفاوة بأنه يتم دفنة مثل كل الناس ولهذا ولهذا والإضافة لأسباب تاني كتير مسئلة معرفة مصير المفقودين اللي ناضلوا ضد نظام الأسد الابن خلال السنوات الماضية تبدو لي مسألة كتير مهمة ويجب أننا توقف عن السعي من أجله اليوم كانت محاولتي لدمج الثقافة بالسياسة وهذا الشيء أنا كتير بشتغل عليه وأحببت فعلا أن الحديث اليوم يكون ثقافي ولكن مثل ما نكون شايفين ما في ثقافة معقمة من السياسة أتمنى إذا عجبكم هذا الحديث أنكم تشتركوا بقناة متبو سوريا وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد دعمكم أنا ممكن نستمر وممكن نستمر بهذا المشروع وشكرا لكم